موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم من العاصمة تونس الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتور الجزائري نسيم البلهول أهلا وسهلا بك دكتور نسيم أهلا بك أهلا بك دكتور نسيم طبعا طالما حضرتك خبير في الاستراتيجية لابد أن نتحدث ونبدأ الحديث من دير الزور التي حاليا هي الشغل الشاغل لكل الأوساط السياسية والعسكرية والأمنية ماذا بعد دير الزور؟ هل بإمكاننا أن نسأل ماذا بعد دير الزور؟ أو بالأحرى ماذا بعد داعش في سوريا؟ نعم أكيد ما يتعلق واهتمامات وتطورات منطقة العمليات أو المستجد ما يتعلق ومصرح العمليات والانتصارات المحققة ميدانيا من طرف ثنائية الرد الاستراتيجي الجيش السوري وحزب الله نلاحظ أنه يمكن إطباق مقولة تقضي وأنه آثار الذكاء هي أكثر أمدا وأطول مدة من آثار القوة يعني عندما نتكلم عن هذه الانتصارات والتوسع أو الفتح الاستراتيجي من باب الرقة إلى مداخل ومخارج دير الزور لا بد إعمال أمور مهمة وما يتعلق ومثل هكذا إدارة العمليات يعني في إطار المؤازرة الاستراتيجية الروسية والتقطية الشاملة لمثل هكذا عمليات هناك جانب مهم يحدث على الهامش وهو أن عملية إجلاء قيادات داعش من طرف الاستخبارات الأمريكية هي ليست بنفس السرعة والوتيرة التي عرفتها في الرقة وبالتالي أكيد هناك أروقة ربما فارغة يجدر ردمها لأن هناك إعداد حسب الأجندة الاستخبارات الأمريكية لإجلاء القيادات المتمرسة والميدانية والتي أعملت وأطبقت كل مقارباتها من على الفضائين العراقي والسوري وبالتالي هناك جاهزية والسيناريوهات مستمرة ما يتعلق ما بعد داعش ولكن حذري ما يقابل هذه الانتصارات وربما من مدخلي مصرح الأمليات ومنطقة الأمليات على المستوى الجيو سراتيجي أو على المستوى الجيو سياسي هناك ترقب وتوضع وتموضع أمريكي من على الشريط الحدودي الشمالي الشرقي من سوريا أي في الحدود المتاخمة مع العراق وهنا نجد أن أمريكا بطريقة أو أخرى تحاول دائما أن تحول من مدخلي الدعاية ومن مدخلي الضمور الاستراتيجي أنها تسرق هذا الانتصار ولكن أقول أن ما يثير مخاوف ربما روسيا هو على الرغم من الحسم الاستراتيجي للمقاومة ولعودة هيبة الوضع الاستراتيجي للجيش السوري هناك بقى وترقب وهذا سلوك استراتيجي أمريكي عاهدناه وبالتالي أظن أن هذا الانتصار لا بد أن يستثمر فيه الجيش والنظام السوري أحسن استثمار ما يتعلق وتوسعة هذه المؤازرة الاستراتيجية حتى خارج الحدود السورية ما يتعلق العراق وهنا كنت أنتظر على الأقل أن الطوق الناري الذي الآن هو مطبق من على دائش خاصة وأن دائش محصور بين الحجد الشعبي من جهة وبين المناورات الفائلة وفعالية الأدوات والوسائط العسكرية للجيش السوري وحزب الله كنت أنتظر على الأقل أنه في الأخير سنصل إلى حزام بشتوني وتحرير ما يعرف بالشريط الحدودي والذي أكيد أن أمريكا الآن بصدد تحريك أو تدوير آخر بيدقها ما يتعلق والحراك المسلح الكردي وبالتالي حذاري من إعمال عملية سرقة النصر مثل ما كان الأمر ما يتعلق وتسوية ملف ما ربما هو الآن في طيب النسيان حول ما يتعلق ومنطقة تطوير ومخرجات التطوير التي أصبحت أمور بالية وأمور ربما توضع في أجندة تاريخ مثل هكذا دولة سورية عرفت كيف تنفذ الغبار وعرفت كيف تقلب الموازين للعبة ولكن دائما في إطار مؤازرة استراتيجية وبالتالي عندما نتكلم على شيء يسمى الاستثمار في الانتصار نحن الآن نحتاج إلى مقاربة استراتيجية مستقلة أي التفكير في بناء أم ذاتي لأنه ما بعد دائش هو المرحلة الأهم في استمرارية منطق إدارة التوحش والنكاية في المنطقة نعم دكتور نسيم تحدثت كثير من المواضيع سنفندها واحدة واحدة أولا موضوع إجلاء القيادات من سوريا والعراق إلى أين القيادات التي اكتسبت خبرة عند داعش والتي هي يعتمد عليها هذه القيادات إلى أين ستنقل هو هناك سيناريو وربما مقاربتان نعم ومصطلح ربما هو مصطلح غير استراتيجي لأن الاستراتيجية تلتزم بما يتعلق وحسابات ثابتة تقضي وأنه هناك في إطار الثنائية الصراعوية الروسية الأمريكية والتي تعتبر سوريا بيدقا هاما في هذا السجال الواقع بين الروسنة والتمدد الأطلسي هناك سيناريو الروسنة هي نسبة إلى روسيا فقط ليفهم المشاهد أليس كذلك؟ أكيد أو البعد الأوراسي في المنطقة وبالتالي أقول أنه هناك إعداد لبناءات رعب جديدة ومصفوفة رعب جديدة في المنطقة ما يتعلق وتنظيم خرصان والذي كثيرا ما لوحت له أمريكا وإدارة وإدارة البنتاجون ولكن دائما أقول أنه هناك تلاعب ببعض المصطلحات ومصفوفات الرعب من جهة تحاول إدارة البنتاجون من خلال فئات المسودية الضغط على إدارة طراب من أجل إبقاء عناصر من دائش أو خلايا نائمة يمكن أنها الآن تفكر في طريقة انسحاب استراتيجي ولكن الحفاظ على ما يعرف بمنطقة رمادية أو ملاذ آمن وهو ما سميته سابقا شبيه بالحزام البسطوني الذي يجمع بينكم من باكستان وأفغانستان في أسيروستان تقصد هذا الحزام سيكون على الحدود العراقية أكيد لأنه عندما نعلم أنه القوات أو الحراك المسلحة التركي الكردي هو الآن مؤبأ بوسائط الحروب الذكية والإلكترونية ووسائط الاستطلاع وبالتالي هنا أحسن وضعية ربما دائما تحبذها الوسائط الاستراتيجية الأمريكية هي مراقبة الوضع ثم الترقب ثم التحكم وهنا ربما البديل البديل التوحش أو مباد دائش هو تنظيم خلاصا وأظن أنه جازما أنه الآن أمريكا في امتحان عصي وصعب وهي على الرغم من أنها خسرت حربها في سوريا إلا أنها الآن تحاول أنها تدمر النطاق الصحي الأمني لروسيا أي أنها ستنقل نقاط وبؤر الخوف والرعب من الشرق الأوسط إلى أسيا الوسطى وهنا ربما هذه النقلة هي التي يراهن عليها من وراء عملية إجلاء مثل هكذا كادر مرتزق يسمى في صميم الأجندة الاستراتيجية دولة الاستخبارات في العراق والشام وليس كما روجت إليه بعض الأدبيات الزائفة على غرار أدبيات أبي بكر الناجي أو أبي جندل الأزدي لها كلها مغلطات تدخل في إطار نظم بناءات الرعب في المنطقة مع محاولة الإبقاء على سوريا وحتى العراق سابقا كدول خاضعة لمنطقة ما يعرف بالتركيع الصهيوني وخاصة أن سوريا هي من بين البيادق العربية التي رفضت عملية التطبيع على الرغم من أنها قريبة من منطقة التواري الإسراتيجي الإسرائيلي نعم دكتور نسيم إن كان هناك من سيناريو رقم واحد كما قلت حضرتك موضوع تنظيم خرسان واستهداف روسيا هل يكون موضوع إنشاء الدولة الكردية هو السيناريو رقم اثنين لا هناك المشكلة أن هناك مطبات في المسألة عندما تكلمت على شيء يسمى الاستثمار في الانتصار أظن أن هناك أكبر انتصار يمكن الحديث عنه قبل ما يتعلق وأبجديات هكذا طفرات جيلية وحسم استراتيجي سواء سوري وحزب الله أو ما يتعلق بالحش الشعب لأول مرة نجد نموذجين عسكريين استراتيجيين حققا نسبة عالية من الإجماع سواء في العراق أو في سوريا المشكلة الآن هو مرتبط بمعضلة الشرعية والعملية العسكرية دائما في كل نزاعات المسلحة يبقى المنتصر يقسب لنفسه أو يبلي لنفسه شرعية ما يتعلق وبناء الدولة كيف يعني شرعية لا تتعلق وبناء الدولة؟ لا هنا الإشكالية تطرح بطريقة أخرى وهي قضية إعمار سوريا عندما نتكلم على شيء يسمى إعمار سوريا أثقل ملف سيثقل هكذا كاهل النظام هو عودة اللاجئين عودة اللاجئين هي مصفوفة أخرى ربما لجيل ثاني من الدوائش لأنه أظن أن المنظمات الغير حكومية الدولية استغلت واستطمرت في هكذا ديمغرافيات مهجرة وآنت من ويلات هجرات الأزمات وهذا ربما يعتبر أكبر أهواس حتى النطاق الصحي الأمني في أوروبا الغربية وبالتالي ربما هذه الانتصالات لا بد أن نحافظ عليها ولكن أقول دائما أن المؤاصرة الإستراتيجية التي كانت تتمتع بها القوات المقاومة على الأرض ربما ستقوض لأنه حتى لوسيا ستواجه بوعب وخلصان من على فضائها الأوراسي أي ما يتعلق واستمرارية امتحان هكذا شد وجذب بين أمريكا الأطلسية وروسيا الأوراسية من على الحدود الأفغانية الأسباكستانية وبالتالي أظن أن هنا الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تلقت صفحة استراتيجية رهيبة في منطقة العمليات السورية وحتى العراقية أظن أنها الآن تفكر في تأديب وتهذيب الخط الأوراسي أي ضرب كل المصالح الأوراسية المتبطة بمقالبة الإحياء الأوراسي على أقل تقدير ما يتعلق وتقويض نبوءات أليكساندر دوجين نعم طيب دكتور نسيم تحدثت حضرتك عن موضوع خرسان وروسيا إلى أي حد روسيا أيضا بعد كل ما مرت به وأيضا بعد الأزمة السورية تحديدا هي اتسبت خبرة كبيرة بهذا الشأن بالإضافة إلى خبوراتها السابقة بالتعاطم مع الملف الإرهابي هل هناك من خوف على الأمن الروسي في هذا الموضوع تحديدا المشكلة هو أننا الآن تحليلاتنا هي تحليلات أقول أنها تحاول أنها تتحذى العلمية والموضوعية والخط الأكاديمي ولكن لا تنسي أننا نحلل فيها كذا بيئة من عدم اليقين والشكل الإستاتيج يعني الأمور تكاد تكون نسبية حتى روسيا مغازلتها للمنطقة ربما هي خاضعة لمصفوفة المنفع الحدية والتكلفة هناك ثمن ربما ستقدمه سوريا إلى روسيا وهذا معروف لأنه روسيا تسعى لأن تتحول من قوة إقليمية إلى قوة عالمية يكفيك أن الرهان هو الإبقاء على الغواصات الروسية تجول تصل وتجول في المياه الإقليمية الروسية لترقب وتأقب حركة السلوك الإستاتيجي الأمريكي من على الأسطول السادس في الضفة المتوسطية هذا شيء معروف حتى ما يتعلق ربما وهذا كإشارة فقط أنه حتى ما يعرف بالناطو العربي بقيادة السعودية ضد اليمن هو يدخل في إطار تعويق وصول روسيا إلى المياه الدافئة ولكن حتى روسيا تحاول أن تستطمر في إبقاء وإدارة عدم انكفاء هكذا ظاهرة تسمى داعش لأنه هناك الروايات الاستراتيجية التي تقول أنها ستحاول لروسيا أن تنقل ربما وهذا ما نقلته الوسائط الرسمية ومجلس الأمن القومي الروسي عندما يتكلم على ربما عدد 4000 مقاتل من آسيا الوسطى سيعودون بعد هكذا طي صفحة ما يتعلق وانقضاء الدولة الإسلامية في فضائها التقليدي وبالتالي ستتظرى بمثل هكذا ما يتعلق وحماية على الأقل كومن ويلث دول الفضاء السوفيتي سابقا وربما هو هذا شيء معروف حتى بالنسبة للدولة لا بد أن تسوق لبعبها لا أمن حتى تشرعنا من مدخل الدولة المعسكر استدامة الوسائط واستنزاف مقدرات وموارد الدولة وربما هذا يبرر لأنه هذا هو خطاب القوي اليوم لأنه سيكون غدا أحد الضعفة ولكن هنا تحضرني مقولات اللواء إبراهيم قرياف الدكليستاني عندما يقول عندما يقول لا تجاري رجلا يريد الانتحار هنا يقصد أنه ما يتعلق حتى والقواسم المشتركة ربما التي تظهر إعلاميا أنها تنافر استراتيجي بين موسكو وواشنطن لأول مرة نجد أنه بعد الحرب الباردة هناك قواسم تتعلق والحرب على الإرهاب أي أنه هكذا تبايلات استراتيجية تقاسمت أدوار في سوريا ولكن أظن أنه كل طرف يحاول أن يستثمر على الأقل في شيء مهم في العلاقات الدولية وهو عدم انقضاء وانطفاء الظاهرة بل إدارة الظاهرة حتى نحصل من خلالها تلك الأدوار الوظيفية التي تؤمن مصلحة مستدامة أظن أنه محطة ماباة داعش ستكشف وتعري عن ساق حقيقة التجانس والتضامن في العراق وحتى في سوريا لأنه هناك مسائل ستطرح ما محل إعراب ربما حتى الحشد الشعبي الذي من منطق المنتصر في الميدان وحتى عندما يتكلم أنه فيه تضامن مع الجيش العراقي ولكن في الحقيقة الحشد الشعبي قدم الكثير وقدم خطوات عملاقة في العراق في هكذا حرب غير متوازية لا نسى أنه حتى البيدق الإسرائيلي يتلقب من مقاربة سجير الحل طبعا نريد أن نتحدث عن البيدق الإسرائيلي بالضبط سنتحدث ولكن حتى لا نأخذ كل المواضيع دفعة واحدة يعني لابد أولا أن نمرر تقرير اقرأ الحدث يعني أولا وسأحملك سؤال يعني إلى ما بعد التقرير وهو تتحدث عن الوجود الروسي في المياه الدافعة وكأنها للمرة الأولى في حين أن روسيا هي وجودها هنا تاريخيا يعني منه أيام الاتحاد السوفيتي وهي موجودة هذه قاعدة معروفة سنأخذ الجواب ولكن بعد أن نستمع إلى التقرير إلى إقرأ الحدث والتفاصيل الغد الأردنية الأردن والبادية السورية تثير التطورات الأخيرة في ريف السويداء المحادي للأردن سؤالا كبيرا عن تصوراتنا للمرحلة المقبلة فالجيش السوري يوسع من رقعة سيطرته على تلك المناطق وأصبح ممسكا بنقاط متعددة على الحدود الشمالية الشرقية المحيطة بمخيم الحدلات سابقا في المقابل لا يزال موقف الفصائل المسلحة وتحديدا قوات أحمد عبد ولواء القريتين وأصود الشرقية الناشطة في تلك المنطقة غير مستقر بينما قام جيش أحرار العشائر سابقا بالانسحاب من مناطق متعددة وتجنب المواجهة مع الجيش السوري وحلفائه أوامر غرفة الموك كانت تقضي بانسحاب تلك الفصائل وعدم الدخول في مواجهة مع الجيش السوري الخلفية العميقة لموقف الأردن هذا وشركائه هي التحول الاستراتيجي في تطور الأحداث السورية ضمن ذلك التغير في ميزان القوى لمصلحة النظام السوري وحلفائه وعدم وجود استراتيجية دولية واضحة للتعامل مع التطورات الجديدة تضاف إلى ذلك أن الرهانات الأردنية اليوم تذهب باتجاه دور روسي فاعل أكبر مما هي مرتبطة بالدور الأمريكي الذي أصبح مطبخ القرار في عمان مقتنعا بأنه سيكون محدودا وبما أن المنطقة الجنوبية هي المهمة والاستراتيجية أردنيا ما من ضمانات على المدى البعيد حتى الآن تدفع إلى التخلي عن الفصائل السورية المعارضة لأن هناك نفوذا آخر قويا وعميقا على الأرض للإيرانيين وأجندة مغيرة للأجندة الروسية ما يدفع بالضرورة إلى بناء معادلة أكثر احترازا أردنيا على الأقل فيما يخص المناطق الجنوبية والعلاقة مع المعارضة المسلحة السعودية بصدد شن حملة علاقات عامة لتحسين صورتها في العالم تخطط السعودية لإنشاء مراكز علاقات عامة في أوروبا وآسيا كجزء من هجوم جديد بهدف مواجهة التغطية الإعلامية السلبية للمملكة وزارة الإعلام السعودية قد تقيم هذه المراكز في لندن وبرلين وباريس وموسكو في وقت مبكر من هذا الشهر وفق وثيقة اطلعت عليها الصحيفة وتقول الوثيقة إن الهدف هو الترويج للوجه المتغير للمملكة وتحسين صورتها في العالم ويمكن للمبادرة أن تتوسع بدءا من العام المقبل إلى بكين وتوكيو وممباي ومدن كبرى أخرى وقال مسؤول مطلع على الخطة إنها لا تزال في مراحلها الأولى لسنوات عديدة عانت المملكة من أجل تحسين صورتها في الغرب لقد اتهمت بنشر شكل متطرف من الإسلام وانتقدت على كيفية تعاملها مع المرأة والتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان فضلا عن أن السياسة الخارجية القائمة على المزيد من التدخل الخارجي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان وضعت السعودية تحت رقابة أكبر وتشير استطلاعات رأي سرية أجريت في أوروبا إلى أن صورة السعودية قد شوهت بفعل تسلطها على قطر وتدخلها العسكري في اليمن دكتور نسيم هل أولا سأخذ من حضرتك الإجابة عن السؤال الذي سألتك قبل التقرير عن موضوع تحديدا موضوع وجود روسيا تتحدث في الموضوع الاستراتيجي وكأن روسيا جديدة في المياه الدافئة هناك طفرة في العقيدة روسيا وتكلمت عن شيء مهم أنه الآن روسيا تؤمن بمصالحها الأوراسية المرتبطة بمضامين اليابس أكثر من ما يتعلق ويبقى هكذا حضورها من على المياه المفتوحة تابعي ما يا أستاذة أنه التحول الجيوستراتيجي والتغيير العالمي مرهون مع منطق التوضع التوضع الدولة من على المحيطات والبحار قضايا التكتل والتكامل والدفاع مرهونة بمنطقة هكذا المناورة على اليابس وبالتالي ربما هنا ما يهم روسيا الأرطودوكسية أنها تكسر استراتيجية الأناكوندا التي حاولت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت سابقا أن تهدد كل محاور الأقطاب التي تمثل الثالث الخطر على المصالح الإستراتيجية العالمية الأمريكية يتعلق بكسر أولا محور موسكو طهران ثانيا موسكو ألمانيا ثالثا موسكو اليابان أهم الآن حلقة في هذه اللعبة هي موسكو إيران وعندما نتكلم على إيران لابد أننا الآن نأخذ الأمور بمحمل الجد الآن تكتشف كل من روسيا وإيران أنهما دولتان ذاتا هوية جغرافية ورصية وبالتالي مصالح هكذا دولتان كافية لكسر النطاق التقليد الأطلسي ما يتعلق بهكذا تغول أمريكي على طريق تحريك ذرعها في المنطقة الذراع التركي والذراع السعودي ومؤخرا أظن أنه حتى وهذا ربما أقول أنه لو تسمح أستسمحك على القول لأول مرة روسيا تتيقن وتقرأ التاريخ جيدا وتجنب نفسها استراتيجية الحصف الزاوية التي كانت أولى ضحاياها هي روسيا القيصرية بعد انقضاء شيء يسمى الإمبراطورية العثمانية الآن روسيا تستثمر في الغباء الاستراتيجي الأمريكي كيف ذلك لا تراحظين معي لو تعودين إلى الكذابات الملهمة لبوتين والكريملين ما يتعلق بأليكسندر دوغين حتى ترامب عندما يتحرك يتحرك بمنطقة كسر وتأويق المحاور الكبرى للعمل والسلوك الاستراتيجي الأطلسي نلاحظ أنه من جهة يظهر ويكشف عن صلاب القوة الأمريكية أول شيء تكلم عليه هو أنه سحب من على البساط الاستراتيجي الأمريكي هو حضور فعال للاستخبارات الأمريكية لأول مرة القطاع الدفاع والأمن القوم الأمريكي يدار من طرف الجنرال جون ماتيس متقاعد في الجيش الأمريكي ثم مرتزق هو يكاد يكون شابه بشخصية حفتر وأدواره في ليبيا يعني ربما منطق الأمن القومية لدولة ما يقضي نوعا من الاحترافية واليقضى الاستراتيجية السلوك الاستراتيجي الأمريكي يظل أنه عشوائي متوهول أكيد أن الأمريكية تحاول أن تقوم إلى أبعض النقاط التي تجعلها قريبة وتتلقب وتتعقب حلمها وهو الإطاحة بتلك الحضارة التي دامت أكثر من 3000 سنة وهي الصين روسيا الأورتدوكسية عندما أضع خط أحمل تحت الأورتدوكسية تؤمن الآن بشيء لو يمكن قوله بالنبوآت الاستراتيجية أنه بعد سوريا بعد سوريا أكيد أنه سيأتي الدول على روسيا ثم سيأتي الدول على كوريا الشمالية ثم باكستان ثم الصين هذا هو استجماع بين الحضور الأرواحي والعقيدة الاستراتيجية الأورتدوكسية الروسية يعني كما يحصل الآن في أمريكا اللاتينية كما يحصل منذ فترة في أمريكا اللاتينية بالنسبة لأمريكا اللاتينية تدوير تدوير الإنقلابات هو مرتبط بتلك الدول التي نهضت نهضت السلوكات الصهيونية في المنطقة والأمريكية أيضا حتى أكيد لأن أمريكا تبقى دولة وظيفية في إطار الكيان الصهيوني لا بد أن نعطي أمريكا حجمها الحقيقي أمريكا هي دولة مفتعلة صينائية أول دولة مصرونية في العالم ثانيا هي تمثل ذراع هام جغرافي للحركة النورانية لا تجذبيني لأن أتكلم عن دور الجمعية السرية حتى عن محاولة هندسة هكذا تغول والبعبع الإرهابي حتى طقوسه هي شبيهة بتقوس عبد الشيطان دعيني أعود إلى السكة الأكاديمية والخط العلمي والموضوع والإستراتيجي دكتور نسيم أريد فقط أن أتوضح أنه يمكن أن نكتب يمكن سبحاني فقط يمكن أن نقول أنه بعد انهيار القوة الأمريكية في دمشق وهو يعني انهيار جيوبها وطراجعها في دمشق وخسارتها معركة دمشق يمكن أن نقول مؤقتة أنه مراكز القوة الألمية انتقلت من واشنطن إلى موسكو حاليا حضرتك عندما تتحدث عن موضوع تتحدث تقول أنه روسيا الأورتوذكسية يعني لماذا روسيا الأورتوذكسية هل هي على هذه الخلفية تتصرف أم أنه الآن هي صفة للدولة الحديثة أو للدولة الجديدة بعد الاتحاد السوفيتي لا هو معروف هو معروف عملية تغلغ الخزر يعني لا تاريخ يعيد نفسه ولكن بقفازات أخرى السوفيتا كانت منطق مادي لرؤية هكذا إمبراطورية للآلم وفق منطق المصلحة المقوضة للخطوط الأخلاقية حتى أنه ربما كما يقول ربما ساميويل هينتين أنه كارشميت بات كارها لشيء يسمى لوسيا القيصرية الآن عندما نرى تلك الكاريزما الجغرافية تعود ربما من محاسن العرب أقولها وخاصة تلك الدول التي أبقت ومنطق ثبات موقفها المبدئي أي عدم التطبيع مع إسرائيل وشكلت ثالوث استراتيجي خطئ ربما سلوكات ومحاولة الخنقة ومحاولة إرغامها وإذعانها عن تراجع من موقفها المبدئي ولكن أقول علينا أن نستطمر في هذه المؤازرة الإستراتيجية هناك أنا ربما لست فقيها وعالما في المقارنة الأديان ولكن حسب قراءات البسيطة هناك قواس مشتركة بين دين الإسلام الحنيف وبين النبوءات الأرثوذكسية خاصة ما يتعلق وفتن والملاحم في آخر الزمن وهذا الشيء الآن تؤمن به يؤمن به الكريملين ويؤمن به بوتين وتؤمن به الكتلة الكتلة ولن نتكلم عن الإقليم والفيدرالية الآن في هبة جيوسياسية ورصية علينا على الأقل في مرحلة والاستثمار في إطار تغييب لهوية استراتيجية أوروبية على الأقل التاريخ يعود نفسه ما كان في الماضي يعتبر يعبر عن منطق وصولة لقضايا الدفاع المشترك العربي ألا يمكن أن نفكر الآن أن نبني من خلال هذه النماذج المتوازية هوية جديدة استراتيجية يراهن عليها هذا هو المشكل قد نربح بعض الجوالات وبعض المعارك ولكن ألاسنا تدوم أكثر من دروسنا علينا أن نستفيد روسيا تلقت صفعات منذ بداية التاريخ ومنذ ميلاد شيء يسمى فضاء هكذا ولكن قد يقول لك الكثير من الناس دكتور نسيم دعني فقط أعطيك هذه الملاحظة ونذهب إلى فاصل تأخرنا كثيرا أنه الموضوع الارتدوكسي في روسيا يعني على المستوى السياسة الخارجية يعني هو غير معتبر بالمعنى الذي تحدثت عنه يعني إلى هذا الحد يعني ما زال الكثير من رجالات الاتحاد السوفيتي والذين يؤمنون ما زالوا في موضوع الاتحاد السوفيتي الاتحادية الحالية يعني على كل حال سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود أو راحب بضيفنا من العاصمة تونس الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتور الجزائري نسيم البلهول أهلا وسهلا بك الدكتور نسيم سنتابع طبعا النقاش ولكن بعد أن نستمع إلى إقراء كاتبا إذن إلى إقراء كاتبا والتفاصيل الأخبار نصر الله نكتب تاريخ المنطقة لا لبنان وفيق قانصو أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أننا على بصيرة من أمرنا في هذه المعركة في سوريا وشهداؤنا وشرحانا وأسرانا وناسنا يغيرون معادلات ويصنعون تاريخ المنطقة لا تاريخ لبنان وشدد على أننا انتصرنا في الحرب في سوريا وما تبقى معارك متفرقة مشيرا إلى أن المشروع الآخر فشل ويريد أن يفاوض ليحصل بعض المكاسب وفي لقائه السنوي مع قراء العزاء والمبلغين عشية حلول شهر محرم قال نصر الله أن قتال داعش والنصرة كان أكبر محنة عشناها منذ 2010 وأخطر من حرب تموز يوليو 2006 وأضاف منذ 2011 كنا على يقين بأن ما يجري فتنة كبرى وأن هناك مشروعا أمريكيا إسرائيليا قطريا سعوديا بهدف القضاء على المقاومة وتسوية القضية الفلسطينية السيد نصر الله روى أنه عقب بداية الأحداث السورية زار إيران والتقى آية الله السيد علي الخامنئي يومها كان الجميع مقتنعا بأن النظام سيسقط بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أوضحنا له رؤيتنا للمشروع المعادي وأننا إن لم نقاتل في دمشق فسنقاتل في الهرمل وبعلبك والضاحية والغازية والبقاع الغربي والجنوب فأكمل القائد موافقا ليس في هذه المناطق فقط بل أيضا في كرمان وخوزستان وطهران ولفت إلى أنه بعد المعركة بسنة ونصف سنة أو سنتين أرسلت السعودية إلى الرئيس الأسد أن أعلن في مؤتمر صحفي غدا صباحا قطع العلاقة مع حزب الله وإيران وتنتهي الأزمة ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أننا حذرنا إخواننا العراقيين منذ البداية من أنه إن لم يقاتل تنظيم داعش وتمكن من السيطرة على دير الزور فإن هدفه التالي سيكون دخول العراق وقد صدقت توقعاتنا بعدما تمكن هذا التنظيم الإرهابي من السيطرة على ثلثي العراق وبت على مسافة عشرين كيلو مترا من كربلاء وأربعين كيلو مترا من بغداد ومئتي متر من مقام الإمام العسكري في سام الراء دكتور نسيم يعني أيضا كل هذا الكلام الذي يتم الحديث بشأن موضوع الأردن يعني هذه الاستدارة الأردنية هذا أولا ثانيا الموضوع التركي يعني تحدثت حضرتك عما بعد داعش ولكن لم نتحدث كثيرا عن الموضوع التركي وأيضا هذا الانتصار الذي حضرتك تحدثت عنه يعني هل إسرائيل ستترك هذا الحلف أن يستفيد ويستثمر في هذا الانتصار لا ننسى أن تركيا الأردوغانية هي دولة أطلسية نعم لا ننسى أنها شريك استراتيجي مهم لا ننسى أن تركيا ولكن على ما يبدو لديها مصالح مخالفة لأمريكا تحديدا فيما يتعلق في الأكراد في الحقيقة من أحيانا استياءها وطريقة هكذا بناء أمريكا لمقديرات وإمدادات للأكراد أظنها لا تخرج أن لن تدفع ولن تتجرأ تركيا الخروج عن النادي الأطلسي أو حتى مجرد انفعالات سياسية تظهر من هنا وهناك الآن أقول أن تركيا مورطة يعني لاحظي معي أن كل الدول حتى الدول الأوروبية التي حاولت أنها تؤسس لأمن أوروبي خارج عن العراب الأمريكي إلا وهي هناك تسريبات على غيرات تسريبات باناما أو ويكيليكس نعم سميها ماشي تركيا أقول حذاري عندما نتكلم عن نموذج التركي وبعض النماذج التي تشكل أدوات نائمة لاستقطاب أو تأتي كأحد إفلازات ما يعرف ب The Road to Building Moderate Muslim Network تركيا أتت كبديل نائم لما يعرف بالإسلامويات الجديدة أتت كبيدق ندي إسلامي ظهير لإيران ما ننسى أن تركيا هي كذلك التركيا الأوراسية أحيانا كظهير أو كبديل أو كمنافس إيراني أفوا لأنها نعم لأنها يجالبها من على خطوم القيمية نجد هناك الشريك السعودي لأول مرة نجد هناك تحالف وهابي إخواني وبالتالي مآقل الإخوان انتقلت من مصر إلى تركيا ونحن نعرف قضية الإخوان ومنطق هندسة ولكن ما عاد هذا الحلف حاليا دكتور نسيم يعني كل هذه الأزمة مع قطر بين السعودية وقطر يعني دليل على أن موضوع الإخوان والوهابية ما عاد هناك من مصلحة بينهما والله أنا أظن أننا علينا أن نتريث قليلا لأن حفلة الجنون في الخليج ستنتهي ربما بنتائج قد تذهلنا قد يظهر بأي معنى مشهد أن القطر معناها قطر أنها حتى دول الحصار إذا عدنا إلى لغات الرقمية تجارية لن تتضرر بمثل هكذا حصار أو مقطع قطر تشكل حجرة مهمة في رقعة الشطرنج الأمريكية على الأقل في منطقة الشرق الأوسط تمثل خزان استراتيجي ومدد مالي هام وأظن أنه يكفي للسعودية أنها تلقت مصطلحات وعبارات لا تلق بمثل هكذا دولة تدعي أنها رأس الناط العربي ولموذج يمكن أن يقتد به عندما يصف ترامب أن المملكة العربية السعودية هي بقرة حلوب لا بد أن نستنزفها أظن أنه من وصاعة الاستنزاف هو الإبقاء على هكذا إيران بوع بوع من خلاله يتم ترويض أموال الخريج وهكذا يتم عملية تطويق وأظن أنه هناك حتى كلام يتعلق نهاية وأفول السعود وهناك السيناريوات تتكلم حتى عن عملية تقسيم يعني قريبة ستكون وأظن أنه هناك نوعا ما ملاهقة سياسية وأظن أنه أمريكا الآن تستغل وتستثمر بشكل رهيب الطبقة البرجوازية داخل النادي الخليجي وبالتالي نلاحظ أنه مؤشر الخيانة داخل مجلس التعاون الخليجي سيعرف عتبة من الأمور خاصة وأمالية الربط أن تنظيم خرسان سيصل وسيهدد مصلحة دولتين وألوهما كل من الكويت ومسل لأنه لم تسأليني من قبل عن طابع وتمدد وجغرافية مثلها كذا خرسان مثلما كان الأمر بالنسبة لداعش الآن سأسألك ولكن بعد أن نتحدث عن الموضوع الإسرائيلي دكتور نسيم يعني لا بد أن نتحدث إن كان هناك من استثمار للانتصار الذي حصل لحلف سوريا روسيا إيران حزب الله العراق أيضا كيف هل تقف تتفرج إسرائيل وهي تهدد الآن وهي التي أجرت المناورات بالأمس وهي التي قصفت سوريا بالأمس في الحقيقة إسرائيل كنت أشرت ربما في مناسبة أخرى أنه من خلال كتاب أريال عامون يتكلم عن الأهداف التقليدية لإسرائيل والأهداف الجديدة لإسرائيل أو الكيان الصهيوني بعد ما يعرف بالربيع العربي الآن مع ظهور شيء يسمى داعش وأفوله مؤخرا كلمة خلال تمدد وما يسمى بالفتح الرهيب لهكذا تنظيم عن شيء أنها الآن تفكر في إقامة خلافة إسرائيلية شبيهة بالخلافة الإسلامية وأضع إذا لاحظنا حتى التمدد داعشي في المنطقة أخذ هكذا نواة هو في الحقيقة ذبح للتاريخ التقليدي للمنطقة ذبح للتاريخ يعني عندما ذهب الوكيل الذي كان يعتمد عليه بات على الأصيل يعني أن يأخذ الأمور بنفسه حتى بالنسبة للأزمة السورية نعم حملة انتخابية لهيليرالي كرونتون كانت وعدت المعارضة أنا داك أنها علي أن تتريط وصبرا استراتيجيا لمدة ستة تنشر حتى تعود وتطبق على النظام وتطبق على جغرافية سوريا نعم هذا لم يحصل أقول أن الحسابات الإستراتيجية شيء ودعيني أقول أن تقضي المشيء الأرباني أن تكون الأمور هكذا ربما ما حدث لأمريكا هو شبيه بمثل ما وقع للجوش المغولية عندما تأتي المصلحة الأمريكية على عتبة التمدد وحصم الأمور هناك دائما شأن داخلي يجذب تك القوة ويعيدها إلى حراكها الأول نعم دكتور نسيم نظرا ضاق الوقت كثيرا وأريد أن أستوضح عن أكثر من موضوع موضوع تحديدا موضوع إسرائيل والحرب التي تتحدث عنها هي تتحدث عن حرب هي أجرت مناورة قالت بأنها ستفوز أو فازت بها على حزب الله في هذه المناورة وبالتالي هي تعاول حرب إلى أي حد ممكن لإسرائيل أن تقوم بهذه الخطوة سواء حرب ضد لبنان وحزب الله تحديدا أو حرب ضد سوريا أكبر حرب تخوضها الآن إسرائيل هي حرب فكرية هناك معضلة ميدانية تتحرى أن تبني وتؤسس عليها إسرائيل مقاربا من خلال كتاب مهم وهو سجية الحرب يستحصي على إسرائيل أن تفهم جوهر الحروب الغير متوازية من قبل مناهج وسلوكات الإستراتيجية على غيرات ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في فلسطين ونموذج المقاومة لحزب الله وبالتالي أظن أن حتى هذه المناورة التي للأسف قد تشارك فيها بعض العناصر من المنطقة في إطار تنسيق غير رسمي يأتي في إطار دائما محاولة الإبقاء على مثل هكذا تدوير برميل الإرهاب والخيانة في المنطقة لكن أقول نحن الآن لا نتكلم عن إسرائيل التي تفكر بمنطقة الحروب العربية الإسرائيلية الأربعة بمنطقة تقليدي كلاسيكي يعني أصبح عقيم الآن نحن نتآمل مع منطق جديد مع وسائط الحرب الإلكترونية مع طفارات جيلية ومنطق استعمالات الحرب على غير حروب الجيل الرابع والخامس نعم طيب دكتور ما يدفعوا به اسمحي لي فقط أستسمع بسرعة لو سمحت لو سمحت تفضل لأنه في هذا النقطة فقط نعم لأنه في هذا النقطة فيه شيء مهم لا بد أن نتكلم عليه بعد نهاية أسطورة أو وهم داعش في سوريا هناك ملف لم يحصل حاليا وهي قضية استعمالات استعمالات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ولكن من المعروف بأنه أكثر من ورقة فزاع يعني للتخويف وللمساومة ولوضع على طاولة المفاوضات وليس هناك من وفائق نعم المشكلة ما هو الآن ماذا قلت سابقا قلت أنه تفكر الآن أمريكا بكسر النطاق الصحي الروسي الأولى المعنية بهكذا تهم ليست سوريا بل روسيا تقول محاولة الكشف عن تلك العلاقات بين كوية الشمالية وبين النظام السوري نعم لدي تقريبا دقيقة أريد أن أسألك عن القمة الأفريقية الإسرائيلية التي تم تأجيلها إلى تشرين الأول بل كمزمع عقدها بتشرين لماذا تم تأجيلها وكيف تقرأ هذه القمة هناك دائما خلافات داخلية وهناك المشكلة المطروح على مستوى النادي الإفريقي هو حول انقسامي مؤخرا بين عودة فرنسا في إطار حروب الأرجاء فرنسا ماكرون الآن تبحث على مركز توجيه استراتيجي داخل النادي الإفريقي ولا ننسى شيء مهم أن خلية فرنسا فريك في الإيريزي أبقت تأثيرها على أغلب دول الشمال الإفريقية ودول الشريط الصحر الصحراوي لإفريقيا هذا معروف في المقابل في إطار هذه الهلولة الفرنسية هناك دخول عامل جديد وهو عاملين جديدين وهو التحاق المغرب بهكذا نادي أمني من أجل ربما ونحن نعتبر أنه يأتي في إطار منافسة مغربية جزائرية حول بعض الملفات ولكن الشيء المهم أنه حتى عودة مصر هي عودة نوعا ما متأخرة ولكن مسافة الالتحاق وبناء عمق أفريقاني أقول أنه للأسف ربما أثبتت التعاطيات الديبلوماسية بين أفريقيا العربية وشمال إفريقيا وباقي أفريقيا أن أفريقيا باتت في يد أو سائدا أو درعا مهما سواء ما يتعلق والحضور الفرنسي أو ما يتعلق والحضور الأمريكي ولكن إسرائيل الآن نجدها كدولة دخيلة في المنطقة تأمل جاهدة في إطار سياسة إطفاء عيون الجزائر في الاتحاد الأفريقي لا ننسى أنه أهم أهم هيئة في 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 يعني حاليا الهجوم على الجزائر مجلس الأمن والتعاون الإفريقي نعم ربما الجزائر حضيت وبتسكية ربما لعهدتين وهي تطرأس مثل هكذا هيئة تدير نزاءات نعم وتحاول أن تصدر مقاربة سلمية في المنطقة ولكن دائما نجد أن إسرائيل الآن تبحث عن بدائل جغرافية خاصة ما تحريك علاقتها مع دول كإريتريا وأثيوبيا وحتى ربما تأمين الرواق ما يتعلق وبدائل الثروة في المنطقة خاصة وأنه الآن إسرائيل تفكر ما يتعلق ومحاولة تحصر الجزائر في محيطها الإستراتيجي وعمقها الإقليمي التقليدي وربما حتى دائيني أقول أنه عملية التغلغل كانت نوعا ما سابقة لأوانيا لأننا لم نتكلم عن شيء يسمى ربما تفعيل بعض الحراك الديني الجديد هناك مرجعيات طبعا كنا نريد أن نتحدث من الاستخبارات المريطانية والأمريكية تم نشرها في المنطقة الأفريقية الأفريقانية يتم استثمار بطريقة رهيبة كنا نريد أن نتحدث عن هذه المواضيع دكتور ولكن الوقت ضيق جدا نائمة على غرار طريقة جانية لاحتواء منطقة أفريقيا السوداء انتهى الوقت دكتور أنه الجزائر مؤخرا ودائيني أتكلم لأنه هذا يدخل في إطار انتهى الوقت ولكن دكتور انتهى الوقت تبريري وليس نرجاسي دائما تدعم إلى مقاربة عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتفضيل بناءات السلم والحوال وربما هذا ما أجزت عليه إسرائيل وذيولها في المنطقة ما يتعلق المغرب وحتى أشكي ما يتعلق والدور للمصر للأسف انتهى الوقت دكتور ناسيم للأسف انتهى الوقت يعني كنا نريد أن نتحدث عن هذه المواضيع وإيضا عن موضوع يعني البورما والأحداث هناك ولكن الوقت ضيق جدا وكان الحديث مطول شكرا جزيلا لك كنت معنا من العاصمة تونس الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الجزائرية نسيم البلهول أهلا وسهلا بك وأشكر لكم أيضا مشاهدي قناة المايدين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة